تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد على قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب اللي بطلب منكم تشتركوا فيها كل يوم ثلاثة حلقة اليوم حدثية تتطابع لأننا نتكلم فيها عن خمس فرق بععدت كثير واعتقدنا إنها خرجت من دور المجموعات ثم عادت بقوة وتأهلت ومضت شوي بعيد في دور الأبطال حلقة اليوم هي فكرة وإعداد الصديق عادل محمد اللي تواصل معي واخترحها وكانت فكرة بالتوقيت المناسب وقلنا يلا نصورها طبعا في واحد منذكرها جميعنا الموسم الماضي أطلنطا أصبح بضرب للمثل على الفريق اللي قوي في إيطاليا وضعيف في أوروبا لأنه في أول ثلاث مباريات في مجموعة أمام شاختار ودينامو الزاقرب ومانشستال سيتي خسر كان سفر نقاط في أول ثلاث مباريات حتى الدور الأوروبي صار مش موجود والجنبع صار يتكلم هذا الفريق عم يجي بقوال كثير قاعد في الدوري وجاي بقوال واحد بعد ثلاث مباريات في دور الأبطال في الإياب انطفض هذا الفريق هزم دينامو الزاقرب بهدفين شاختار بثلاث وتعادل مع مانستي وتأهل بسبع نقاط من أقل الأرصد اللي تأهلت لكن هذا الفريق بعد ما تأهل زينا منعرف مضى بعيد شوي في دور الأبطال ووصل دور الثمانين وواجه باريس سان جيرمن وخرج بأعجوبة في الثواني الأخيرة وقبل ذلك بكثير وفي دور الأبطال بألفين واثنين ألفين وثلاثة نيو كاسل كان عم بشارك للمرة الثانية في تاريخه البطولة في تلك الفترة كانت عبارة عن دور أول مجموعات ودور ثاني مجموعات احنا الآن بنتكلم عن الدور الأول المجموعات في تلك النسخة مجموعة فيها يوفينتوس فينورد ودينامو كياد ثلاث مباريات ثلاث خسائر في مرحلة الذهاب الجميع بيقول هذا نيو كاسل جاي ينضرب مش جاي يلعب خسر في أوكرانيا وخسر في ملعبه مع فينورد ثم خسر مع يوفينتوس الترتيب أصبح يوفينتوس في الصدارة بسبع نقاط فينورد المركز الثاني خمسة دينامو كياد بأربعة نيو كاسل لاشئ في القياب نيو كاسل انطفض هزم يوفينتوس بهدف مقابل لاشئ ثم عاد وهزم دينامو كياد فأصبحت الأمور في إيده في المباراة الأخيرة اللي لازم يروح يلعب فيها أمام فينورد في ملعبه وكان لازم يفوز بذلك اللقاء وذلك اللقاء شهد دراما لأنه في الدقيقة 91 استطاع نيو كاسل أن يسجل هدف الفوز عبر اللعب الويلزي إكريغ بلاقي نيو كاسل صعد في تلك المجموعة وأيضا لعب مع برشلونة والإنتر وحل ثالث في تلك المجموعة له كانت دور الثاني معتبر مجموعات وخرج وفي 2003-2004 كان فيه فريق لا يهزم في إنجلترا اسمه أرسنال لكنه على العكس تماما كان فيه بدايته في دور الأبطال في تلك النسخة خسارة بنتيجة كبيرة في لندن أمام إنتر بثلاثية نظيفة والفريق بعد ثلاث مباريات كان فيها إنتر دينامو كييف أيضا يعني اللي واضح أنه عم بتكرر معنا كثير في كل المجموعات الرمونتادة ولكوموتيف موسكو أرسنال مع نقطة واحدة دينامو كييف مع ستة إنتر مع ستة لكوموتيف مع أربعة في الجولة الرابعة كان أرسنال لازم يفوز عندنا مكييف عشان يحافظ على حضوضه وصلنا الدقيقة 88 النتيجة 0-0 وهناك انطلق أشلي كول وسجل هدف الفوز لأرسنال اللي أعطاه الأمل كانت بعدها في سيارة ضعب جدا لميلانو ليواجه الإنتر وهناك كانت النتيجة الشهيرة أرسنال بيسحق إنتر 5-1 طبعا النتيجة تبدو كبيرة لكن اللي بيعرف تفاصيلها بيعرف أن الدقيقة 85 كانت المباراة متكافئة جدا ثم نهار الإنتر وتلقى ثلاث أهداف في الدقاق الأخيرة من اللقاء أرسنال بعد ذلك هزم لكوموتيف موسكو وأعاد أماله وتأهل بل تأهل متصدر وذهب في دور الأبطال إلى دور الثمانية حتى واجه تشيلسي اللي أخرجه في تلك النسخة بقيادة رانيري وتلك المباراة كانت لا تنسى لأن أرسنال كان على الورق أقوى فريق في أوروبا أرسنال الفريق اللي كان فيه هنريو بيرس الفريق اللي لم يخسر بالدوري وفيه 2007-2008 وبقصة مشابهة تماما ليفربول بلعب بالدوري بشكل ممتاز بدور الأبطال سيئ جدا والتشابه للعلم لما نكمل القصة حتشوفوه أنه حتى بتشيلسي بداية سيئة تعادل مع بورتو ثم خسارة مع مرسيلا في أنفلد وخسارة مع بشكتاش في تركيا نقطة واحدة بعد ثلاث مباريات جعلت الجميع يتساءل أنه هالليفربول هذا حيطلع في هاي المجموعة اللي تبدو مش قوية فعلا بعد ذلك وفي المباراة الرابعة ليفربول خوف الجميع سحق بشكتاش 8-0 ثم كمل على بورتو بأربعة واحد وذهب إلى ملعب مرسيلا في المباراة الأخيرة ولازم يفوز عشان يتأهل وفي تلك اللحظة كانت عدة فرق إنجليزية زارت ملعب مرسيلا ولا واحد منها رجع إلا خسران وليفربول رجع لأول مرة كانالي إنجليزي برجع فايز وبرباعية أيضا من مجموعة كان فيها المركز الأخير أنهاها في المركز الثاني خلف بورتو ومرسيلا اللي كان متصدر مرحلة الذهاب صارت ثالث في نهاية مرحلة الإياب ليفربول ذهب وبعد كثير في هاي البطول لنصف النهائي حتى واجه تشيلسي اللي أخرجه وبعد ذلك لعب تشيلسي المباراة النهائية مع مانيونيتد وخسرها بركلات الترجيح زي ما منعرف في لقاء زحلقت جون تيري الشهيدة أما الفريق الخامس فهو أكثر فريق مضى بعد ما عاد من الخروج 2018-2019 توتنهام بيبدأ دور الأبطال بشكل سيء جدا خسارة خارج ملعبه مع الإنتر ثم خسارة في ملعبه مع برشلونة ثم تعادل مع آيند هوفن 2-2 على الورق توتنهام مع نقطة واحدة الإنتر وضعه ممتاز عنده مبارتين إياب في ملعبه مع برشلونة ومع آيند هوفن والوضح أنه توتنهام شكرا جرب حظك في الدور الأوروبي لكن وفي موسم دراما توتنهام الأوروبية مع آيند هوفن كان خسرا من الدقيقة 2 للدقيقة 78 بهدف مقابل أجل هاركين سجل التعادل بالدقيقة 78 ثم سجل هدف الفوز بالدقيقة 88 وأمام الإنتر بقيت النتيجة تعادل سلبي حتى الدقيقة 80 وسجل إريكسل هدف الفوز ثم جاءت المباراة الأخيرة للفرقين توتنهام بروح بلعب مع برشلونة مع سبع نقاط والإنتر بيستضيف آيند هوفن مع سبع نقاط على الورق على الأغلب توتنهام ما حيفوز والإنتر على الأغلب حيفوز بسهولة على آيند هوفن اللي حصل أنه برشلونة ما قدم أفضل مباراة أمام توتنهام لكنه ما خسر فتعادل يعني خلى الأمور بأرض الإنتر روح يتأهل إنتر بشطارتك الإنتر هناك ارتكب هفو ببكرة جدا أمام اللاعب اللي اسمه بيرجوين واللي الآن بيلعب مع توتنهام وخطف منه هذا الكرة وصنع هدف لزميله لوزانو هدف التقدم لأيند هوفن قبل ما يتعادل الإنتر واحد واحد ويتعادل توتنهام هناك واحد واحد ويتأهل بفارق المواجهات المباشرة ثم منعرف أنه توتنهام أخرج دورتموند ثم أخرج من سيتي في دراما مجنونة للغاية ثم أخرج آيكس في دراما مجنونة أيضا ووصل النهائي ليكون أفضل فريق من اللي عادوا من الخروج إلى المجموعة إلى الأدوار الإقصائية واحد منهم وصل النهائي اليوم المفروض بدور الأبطال وبكرة نشوف مفاجآت سالسبورغ اللي بدأ بشكل سيء لايبزي انتر اللي بدأ بشكل سيء وعنده أمل كبير اليوم ريامدريد وفرق كثيرة يبدو أنها قادرة تقلب الطاولة وترجع بعد ما تحس أنها طلعت لأنه لآخر لحظة نتيجة واحدة غلط بتعيد كل حسابات الجميع نصر هون نهاية حلقة توب 5 كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام مضرور جدا تتابعوني على يوتيوب والسلام عليكم مرحمة الله